اشتركوا في القناة لواحدنا ما نقدرش نعمل يعني لما يكون فيه وضع معين غير مقبول من المجتمع او بيسبب ضرر لاي فئة من الفئات عشان يتغير محتاج مثلا ان يبقى فيه قانون طيب ما احنا كجمعيات اهلية مش بادن ان احنا نسن قانون او نشرع دي مش مسؤوليتنا ولا نقدر ده فيه جهة سلطة معينة اسمها سلطة تشريعية اللي هي مجلس النواب الوقتي مجلس الشعب بقى اسم مجلس النواب هيبقى هو اللي يقدر ان هو يسند قانون او يغير قانون موجود او يغير اجزاء من قانون مش يعني دي مسؤولية احنا ما نقدرش نعمل لكن احنا بنعمل جزء معين بحيث ان فعلا ننتهي بان هو يتغير الوضع ده اللي هو مش مقبول يعني على سبيل المثال لما احنا بنقول ان قانون الاحوال الشخصية احنا كجمعيات واحنا كجمعيات لنا ميزة ان احنا بنتعامل على الارض مع الاسر ومع الستات ومع الشباب مع كله فاحنا قريبين من المشكلات وبنحس بيها يمكن بسرعة لان احنا بيجينا الناس اللي احنا بنخدمه بنسمع منهم ففي كتير منهم بيشتكوا من مثلا بعض المواد اللي فيه قانون الاحوال الشخصية خاصة اللي بتتعلق بالطلاق والنفقة والرجالة كمان بيشتكوا بيشتكوا من الرؤية والزيارة وعايزين وقت أطول وحاجات زي كده طيب يبقى اذا قانون ده لازم فيه حاجات تتغير احنا نقدش نغير لكن بنعمل ايه احنا بندعو وهنا الدعوة كلمة الدعوة جات من هنا بندعو الى تغيير هذا القانون فاحنا اولا بيبين طيب احنا بنقول بيتغير ليه الاضرار اللي هي والناس بتشتكوا من ايه وبنوصلها ليه زي ما بنقول اصحاب القرار اللي في ايدهم انه هما يغيروا فده بيبين كمان التعاون اللي بيبقى موجود بين الجماعات الاهلية وبين السلطات المختلفة ممكن مثلا لو احنا شايفين ان فيه حاجة في التعليم محتاجة تتغير انا مرة على فكرة واحدة ست بسيطة جدا جات قالتلي ياريت الوزير بتاع التعليم يغير السياسة بتاعته بتاع التقييم النظار تقولها ازاي قالتلي انتي عارفة الامية ابتدت تزيد عندنا ليه تقولها الحقيقة يعني طبعا فيه كلام مكتوفه لكني قولي اللي انتي وجد نظرك ايه قالتلي اصل النظرة لما البنات بيبتدوا يغيبوا بتمسكوا وتجيب اهليهم وتقول لهم ايه ده انتو البنتك مش هتنفع وحتقعد تغيب كده طب خلاص هي مش هتنفع وبعدين خلاص بقى تقعد في البيت ومسيرة هتتجوز تقوم البنت تتصرب من المدرسة اهلها ما يشجعهاش وهي بدل ما تشجعها قالتلي عارفة هي بتعمل كده ليه قالتلي ان لما بييجوا يقيموها في اخر السنة كنظرة بيقيموها على نسبة النجاح ما بياخدوش بالهم بان التصرب ده ما تحسبش من نسبة النجاح فنسبة النجاح عندها زادت لان اللايالي اللي ما هياش شطرة قوي واللي محتاجة انها تتقوى يعني هي بدل ما تقوى البنت بدل ما تقول لها تخلي مثلا زي ميلة من نهت تساعدها أو تقول للمدرسة خدي بالك من فلانا ده هي عندك في الفصل خليها يعني تتقوى شوية لا هي بتعملها احباط هي واهلها فبتقعد عشان خاطر لما يجيوا يقيموها نسبة النجاح عندها تبقى عالية تقوم من هي تترقها وكانت النتيجة ان احنا كلمنا كجمعية اهلية كلمنا الوزير التعليم كان ياميه حسين كامل باقي الدين وقلتوا يبقى هي نسبة التصرب عندها وطية يبقى نسبة قدق نكحه وكمان ما عندهاش تصرب يبقى هي دي اللي فعلا تترق فهدي الدعوة اللي احنا بنتكلم عليها احنا ما نقدرش نغير سياسة التعليم لكن الوزير يقدر يغير لكن احنا نقدر نوضح له انه في مشكلة هنا طبعا يعني ده باختصار انتو نهاردة اوزننا عندكم بكرة كمان عندكم يومين ولا ثلاثة ايام ثلاثة ايام هتتكلموا بقى بالتفصيل طب ازاي نكتشف ان في حاجة عايزة تتغير في المجتمع بتاعنا طب تتغير ليه مين اللي محتاج او مين اللي لو لو ما غيرناش الوضع ده مين اللي بيحصل له ضرر طيب مين المسؤول انه نروح له طب نروح نقناعه ازاي طب ايه الخطوات دي كلها اللي يعني اسمعوا الاخت المدربة هتتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل ويمكن تديكم تدريباتي ازاي تحصل احنا ليه بقى في العنوان بنقول مدربين احنا عايزينكم بعد ما تخلصوا الورشة دي تقدروا انه كنتوا تدربوا غيركم ليه احنا مش هنقدر ندرب ال 240 جماعية اللي هي بتزيد كل يوم فلما يبقى كل حد منكم بيرجع في المحافظة بتاعته بيجمع الجمعيات الاعضاء هناك وبتنقول لهم ايه اللي انتوا خدتوه فهنا احنا بنبص نلاقي الكل اللي بتدى يعرف يعني ايه دعوة العدد اللي بيعرف يعني ايه دعوة واللي بيزاولها بيبتدي يزيد وكل ما يزيد عندنا جمعيات اعضاء في الاتحاد النوعي كل ما هم هيعرفوا كمان هيبقى انتوا بقى كل ما ده كل ما هتدربوا يمكن بعد شوية كمان هيبقى في مدربين معاكم فبحيس ان احنا بقى كالتحاد النوعي مش محتاجين ان احنا نضار خلاص بقى عندنا يدينا موجودة في المحافظات كلها هي اللي بتقوم بالتدريب ده عشان كده حقيقة الورشة النهاردة مهمة جدا وانا متأكدة ان احنا ان شاء الله هنطلع مدربين كده يعني اقوية هيدربوا غيرهم وحيخلوا كل المحافظات ان شاء الله بتشتغل على خدمات اهو برامج لكن كمان بتشوف ايه الاوضاع اللي مفروض تتغير سواء الوضع ده قانون او برنامج او سياسة او اي حاجة محتاجين ان احنا نغيرها في المجتمع بنتعاون وده بيبين التعاون مع الجامعات الاهلية ومع السلطات المختلفة انا مشتغلش لوحدنا لان فيه حاجات كتيرة لازم نشتغل مع غيرنا انا شكرا ان انتم مدين وقتكو وشكرا وان بعدين ان شاء الله هتقوم دور كبير قوي كمودير الروين مع النجاح ان شاء الله